اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين في حلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كونسولتو تيلي ميديسن نتكلم النهاردة عن مرض العصر مرض السكر وبالأخص العنوان بتاعنا النهاردة الانسولين الداخلي والسكر مع السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ دكتور الغدد الصماء واستاذ السكر بكلية الطب جمعت عين الشمس اهلا اهلا وسهلا السيد اسامة بسعب بلقائك دايما طبعا احنا اتعودنا على ان احنا نستكمل الحلقة الماضية طبعا انا كنت متابعك حتى لو مش موجود في الحلقة طبعك من اي دولة في العالم اهلا بالضبط كده اه فالهلا دكتور الله يخليك قبل من اطلع ان كنا بنتكلم على الانسولين الداخلي والسكر اه يعني هو الانسولين الداخلي المربي الانسولين اللي الجسم بيفرزه اه زي ما احنا عارفين حضرتك انه كلنا عندنا مصدر واحد فقط اللي بيقلل معدلات السكر في الدم او يعني النوع واحد مادة كيميائية واحدة بتقلل معدلات السكر في الدم بينما يجبهها اصادها عدة هرمونات بتعلي السكر في الدم يعني يبقى اذا نما يكون عندك انت هرمون زي الجلوكاجون هرمون زي الكورتزون هرمون زي الادرانالين هرمون زي هرمون النمو وفي بعض الهرمونات الصغيرة التانية زي العودة الدركية وما شابه دول كلهم بيعلوا السكر في الدم طب الوحيد اللي بيقلل السكر في الدم هو هرمون الانسولين يعني انت حضرتك عندك خمس مواضع يطلع منهم خمس انواع من الهرمونات اللي هي بتقلل معدلات السكر بتزود معدلات السكر في الدم بينما مكان واحد وهو البانكرياس بهو المسؤول انه هو يقلل معدلات السكر في الدم يعني هناك فيه لمحة جميلة جدا ان الله سبحانه وتعالى اما خلقنا 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 المفروض على الطبيعة المفروض انت حضرتك انت ولات مفيش تكيف مفيش عربية مفيش يعني ادوات ولا فيه الا ولا ولا فمن هنا كان القابلية ان السكر يبقى عالي او الفرضية ان السكر يبقى عالي يبقى لان المجهود بيقلل السكر يعني المجهود العضلي بيقلل السكر فالله سبحانه وتعالى وهبنا خمس هرمونات عشان يعلوا السكر لان لو هرمون واحد اللي بيعل السكر والواحد راح عمل مجهود طلع النخلة وجب بلح ونزل من النخلة وبعدين مش وراء القطيع الغنم اللي عنده عشان يجيب يحلبه ولكده السكر هيبقى صفر وبالتاني مش هاستستقيم الحياة او مش هيعيش البناء ادم فلكن اما يكون هناك عندي هرمونات كتير بتطلع مع المجهود يعني هرمون مثلا النمو بيزيد مع المجهود الكورتزون بيزيد مع المجهود برولاكت بيزيد معهود الغوض الدركاء بيزيد مع مجهود يبقى الهرمونات دي قصادي المجهود العضلي عشان مجهود العضل بيقلل السكر بيأكل السكر يبقى لازم الهرمونات الخامسة دول يعدلوا عملية اكل السكر طب في حالة ما يبقاش فيه مجهود عضلي يبقى فيه مادة تانية تطلع أصوات الخمس هرمونات دول تقليل السكر عشان يحصل فيه توازن على وهو هرمون الإنسوين والإنسوين بيطلع من مكان واحد وخلية واحدة ونوع واحد من الغلايا من البنكرياز والبنكرياز ده حضرتك يعني طوله حوالي 20 سنتي تقريبا له طول كده ونام في عرض البطن من فوق عن ناحية الشمال أخبار حضرتك تحت المعدة وتحت وقريب كده من الكلا فالجزء البعيد خالص منه اللي بنسميه ديل البنكرياز وفعلا لوديل شكله زي الديل صغير جدا متكدس فيه الخلايا التي تنتج الإنسوين عشان نعرف قد إيه إن الإنسوين ده هرمون غالي مهم جدا وغالي يعني ما عندكش غير موضع واحد في الجسم اللي هو يخفض وعشان كده أقل همسة ولا لمسة ولا كده السكر يعلى وحالات ارتفاعات السكر مقارنة من خفاضها ممكن يكون واحد لعشر تلاف يعني كل عشر تلاف واحد لعندهم سكر عالي ربما نلاقي واحد سكره بيوطى والأسباب اللي أنا قلتها دي لأن الهرمون اللي بيقلل السكر ده هرمون واحد اللي بيزوده خمسة يبا احتمالية الزيادة أعلى مش خمس مرات ورحية حوالي مثلا عشر تلاف مرة الإنسوين الداخلي بيخلق في هذه الخلايا وما فيش مجال تاني بيطلع منه الإنسوين ده هل الإنسوين ده فائدة فقط انه هو يزبط معدلة السكر او يقلل معدلة السكر في الدم اللي هو يبقى الصايم مثلا من ثمانين لمية والفاطر مثلا من مية وعشرين لمية واربعين طبعا ده هو مهم جدا ولكن فيه حاجة اهم احنا ما بنهتمش بيها او الناس ما بتحسهاش حتى مريضه السكر ما بيحسهاش او مش مهتم بيها ان الإنسوين الداخلي ده هو المسؤول عن المحافظة على الجسم انه ما يجولوش مضاعفات من مرض السكر يعني بمعنى لو انا عندي مريض سكر سكره مثلا مريض سكر يعني بياخد ادوية وسكره الصايم تمانين والفاطر مية وعشرين تماما وانتاج الانسولين الداخلي صفر يعني هو بيستعيد عن هذا الانسولين كله بالحؤن بينما في واحد تاني سكره الصايم مية واربعين ومية وخمسين والفاطر ميتين وميتين وخمسين والبنكرياز بيضلع انسولين داخلي بنسبة عشرين في المية وبيستعيد بالباقي سواء بأدوية عادية او بانسولين نكس سوى يعني السيادتك في بنكرياز شغال بس العلاج مش كافي اللي بيتضاف على شغل البنكرياز ده ان يزبط السكر بتاع السكر بتاع المريض بينما في بنكرياز مش شغال خالص والأدوية الخارجية بما فيها الانسولين مزبطها مين اللي حيجي له مضاعفات البمتك يقول اللي سكره عالي سكره عالي طبعا لا اللي يجي له مضاعفات هنا اللي البنكرياز بتاعه مش شغال واضح السيادتك واللي عيدها تاني طبعا طبعا ممكن توضعها المشاهدين برضي تاني عشان يقدروا يفهموا المصطلحات العلمانية اه يعني هو حضرتك معدلات السكر المرتفعة في حالة وجود وظائف داخلية للبنكرياز بينتج ما زال ينتج نسبة معينة من الانسولين الداخلي تقيه من المضاعفات مقارنة بواحد مريض اخر عنده سكر سكره مصبوط 100% ولكن البنكرياز لا ينتج انسولين مش شغال مع انسولين اه وهنا النقطة المحيرة ان البنكرياز اللي بيطلع كمية انسولين ضئيلة افضل من البنكرياز اللازل لا ينتج انسولين اكيد اه يبقى اذا ما قلت دقيلة هنا حتى لو سكر عالي ما مش كافي نتزبطه ما انا قلتلك هنا موضوع ان السكر العالي هو اللي بيعمل المضاعفات لا شك فيه لدور ولكن الاهم منه ان البنكرياز الداخلي يكون بيطلع انسولين داخلي النقطة المهمة اوي اوي طب ليه الانسولين الداخلي بيبقى له تأثير جميل جدا ويقل مريض من المضاعفات هنا بقى نقول مضاعفات السكر مضاعفات السكر اساسا عشان نعرف خطرتها قد ايه السكر بيصيب الشعيرات الدموية وكلب الشعيرات الدموية يعني شعيرة من شعرة الراس يعني مفيش نسيج يعني احمران ايد سيادتك ده سببه الشعيرات الدموية وش حضرك الجميل ده وفيه الدم ده برضو شعيرات الدموية جسمك كله شكل جلدك ولو كان من احمرار او اصفرار او كده شعيرات دموية يعني معنى ذلك ها دكتور بيأثر على الجسم كله بالضبط يعني هي شعيرات الدموية مع شعيرات الدموية عبارة في الاخر هي يا يا فدم الجسم بتاعنا من مجموعة خلايا بلايين البلايين الخلية دي لازم تأكل وتشرب وفيه اخراج وفيه اخراج اللي هو تتخلص من النفايات التخلص من الاوساخ خلية عادية جدا طبعا فالخلية دي حضرتك لازم يجي لها كل اللي بيشتغل عليها هي الشعيرات الدموية دي الشعيرات الدموية اللي هي تلاتة كالتورة اللي هي شعارة الراس بيترصص حواليها خلايا خلية واحدة بس يبقى الخلية كده موجودة وفيه شعيرات دموية يمين وشعيرات دموية شمال وشعير دموية من فوق وشعير دموية من تحت يعني مترصصها زي كده نقول الطوب او السراميك يعني السراميك حواليها اسمنت من الاربع جهات هي الخلية هي خطة الاسمنت لأبولاب بلاطة السراميك تمام واللي حواليها بقى كل بلاطة من دي شعيرات دموية كتير فالخلية دي اللي هي شعرات الدموية حواليها هي اللي بتمثل بها الرئة اللي تتنفس منها وهي اللي بتمثل لetrها جهاز الهضمي يعني هي المعدة لاني في الاخر الرأة او الرئة اللي تتديككخسوشين الاكسوشينها يروح فين عالدم الاكل بتاكله السcilتك بروح فين عالدم الاتنين بيروحوا للخلية يأكلوها ويودها الأكسيسون بتاعتها وهي تروح متفاعلة تقوم تطلع حضرتك العادم بتاعها اللي هي النفايات اللي هي الأوساخ الدم ياخدها تاني ويوديها للكبد أو يوديها للكلة أو يوديها أي حتة فبالتالي الشعيرة الدموية دي هي المنفذ الوحيد لكل خلية دي بيحصل لها بوزان السكر بيبوزها فتخيل جميع خلايا الجسم الشعارات الدموية بتاعتها تسددت جميع ممكن نقدر ناخد تفضل يا فد تفضل على حج محسن أيها فد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا حضرتك الحج محسن مريض سكر وضغط أنا وسهلا ربنا يشفي أنا بيجي سكر بتاعك يعني في معدل مية وسبعين مية وثمانين حتى ملابوزها يفرمع الليميزين بلسهلا بضبط سكر الحمد لله وفي يوم من هيئة التراكمي بتاعي تسعة تسعة ستة من عشرة ده اللي هو مجرب ايه وانسيه كنت ماخد اول برشام اللي هو اللي تسعة وستة من عشرة نعم فرم اللي تسعة وستة من عشرة اللي هو التراكمي ماشي اوكي تسعة وشتة من عشرة بقيت راح قلت لذي تاخد برشام بونسلين اه اه بقيت كنت بل المنسلين اللي اخد اه لأول تلتمية خمسين واحدة الصبح كم؟ ستتمية وخمسين واحدة ثمية وآدين لا استنى بس هنا حضرك بتاخد انسلين قديه؟ تلتمية وخمسين واحدة الصبح تلتمية وخمسين؟ ايما تلتمية وخمسين اوه صبح خمسة وثلاثين وبالليل خمسة وعشرين. اه اه يعني في الغداء. اوكي. هذي فذلت مشي طويلة طويلة بس لت اعمل الهجوط ويبقى تعمل منه. هذي بقى حضرة. فطبعا لو ندعي الوليد احنا من احنا لصفرتين اخد ربيعين مرة للصبحين ومتاخدش التالي. هل ده خطأ ولا صح? اي سنة كم سنة يا فقدم? نعم. سن حضرتك? كم سنة? سن سبعين سنة. كم? سبعين. سبعين سنة. الوزن اخر ستة شهور زاد ولا قلب? ولا ثابت? انا حدث بعمل ضايت دكتور والجسم بنزل. اه نزل بالضايت والسكر لسه عالي. والسكر بي لعب معي. يعني ساعتها العيب. لسه السكر مية وسبعين ومتين? السكر. ايوة. لسكر اخر مرة يعني في حدوة مية وسبعين مية وخمسين. وزنك كم مية اتنين وخمسين. مية اتنين وخمسين. اه كان مية وتمانين او دكتور ولا مية خمسة وثمانين دلوقتي مية اتنين وخمسين. اه هو اه يعني. مش. اه شكرا انا حاجه معسك شكرا. اه استاذ اسامة اه فكرة ان احنا ندي انسولين في مرضى بدناء. اه والحي هنا البدانة من النوع القاسي يعني. اكيد. اه مية خمسة وتعمين وكده. وكوان سنوارف يخس وبيخد انسولين. الانسولين عادة يعني عادة عادة مش مية مية يعني بيخلي الانسان معرفش يخس بل بالعكس الرفيعين او اللي هم اقلم الوزن الطبيعي يخليهم يكسبوا وزن يتخنوا اه يتخنوا فهنا انا شايف ان الطبيب اللي بيعالجوا لو يقدر يتخلص من الانسولين معاه شوية شوية ويستبدله بحبوب بس هنا فيه نقطتين استبدال الحبوب بالانسولين او الانسولين بالحبوب بمعنى صح احنا المفروض نعمله بعض الفحوصات بس هوية لات يا دكتور لما بيوصل لنسبة معينة من ارتفاع السكر بيتحول بيقول له لازم تاخد حقا انفرشان وبتاع بدل الحبوب موضع اللي هو دي الطريقة الافتراضية حضرتك يعني اللي حضرتك بتتكلم عليه سائع لكن نظامنا احنا عادتا بنلجأ الى فحوصات معينة مكلفة الحقيقة بس في حالات زي دي مهمة يعني لو لو فيه قدرات مالية يستحسن لان احنا الافات يعني لان احنا هنا بنتبين الشغل اللي احنا نتكلم عليه بقى فيه انسولين داخله ولا مفيش احنا ممكن نستغنى على الانسولين ده ولا لأ ويستحسن لو قدرنا نستغنى عنه بس عشان انا اقدر اقفله الانسولين وادله حبوب وسكره ما يبصي او يتحسن احسن من كده ووزنه يخس لان مش هنك رحيمة مئة خمسة وخمسين احنا وزنين خلي مئة وعشرة مئة وعشرة لان يعني التخن هنا يا دكتور يعني ما بيساعدش مرضى السكر لا ده هو سبب السكر اساسي هو سبب السكر بس والانسولين يخليها تفاطر يعني الانسولين يبوز الحالة اكتر الانسولين يا فندم سلاح سلاح الطبيب الضعيف يعني حينما الطبيب يلاقي نفسه مش عارف يزبط السكر لمريض يلجأ الى الانسولين يعني نقول مثلا كان مسكن ولا يعني لا يعطي نتائك سريعة في بداياته وبعد كده بوز بس مش حقيقية اه لا حقيقية لا حقيقية بس بعد فترة هذه المعدلات الانسولين الجسم ممكن يتعود عليها نمرت نممكن يحصل ممارعة للانسولين ممكن نمرت ثلاثة يحط وزن زيادة يعني انا نجيل واحد مية وخفسين كيلو حدين انسولين اخلي مية وتمانين ده لو بيه مدلوش يستحسن اخد سؤالتانا يا دكتور اتفضل يا فندم اتفضل يا استاذة اسماء معاك عالو سلام علي عليك السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حبيبي يا استاذ حسين معامل ايه الحمد لله تمام والله اتفضل يا استاذ اسماء ايه لو سمانت كنت عايزة اتسألي الدكتور بس انا على طول عارف ان السكر يعني الطبيعي المفروض ان احنا انا ما ناخدوش عشان البرد سكر وانه هو دور اسيه سانيا بس انا كل ما اجي افتر فاكهة عشان ااخد السكر بتاعيتها بهطط على طول ايه اه هي هي لما بتيجي تاخد يعني بتاكل فاكهة بتفتر بفاكهة ولا اي حاجة بيجي لها هبوط على طول من السكر اللي في الفاكهة او اه اه طب خلاص الوزنة كمس كيلو؟ طيب الوزنة قديها استاذ اسماء؟ ستة وستين ستة وستين؟ او ستة وستين وطولي مية وستين طول مية وستين سنة كم سنة؟ السنة استاذ اسماء؟ اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين سنة اثنين وثلاثين سنة طيب في اي اسئلة تانية؟ لا شكرا بس انا عايز اعرف يعني هو يعني سكر الفاكهة دا يعني هو يعني انا ممكن استخدمه كعيدي بعد كده يعني استخدمه على طول يعني ولا انا ممكن يعني اخد السكر الزيت كبدل انت اصدك السكر الفكهة البرشام مش من السكر الفكهة مش من الفكهة لا هو الفكهة عمتا لما بقولها الصبح انا بحبط على صوت طيب لو خدت عصير اصب او خدت سكر عادي من بتاعنا اللي هو الابيض اللي في البيت ده عملت لموناتا مثلا يحصل لك نفس الحكاية لا ما هو يحصل لبوت لما باخد الفكهة بس افتر بيها اه الفكهة ماشي متشكرين او سيد اسماء الدكتور هيرد على السؤال الفكهة فيها حاجة اسمها الفركتوز والفركتوز ده الحقيقة ما بي يعني ممكن بيروح الكبد اساسا وبعدين ما بيضحول لجلوكوز فيمكن يدي اشارات للانسولين الانسولين بيطلع بالجلوكوز طبعا ولكن بيبقى فيه نوع من نقص الجلوكوز مؤقت على تحويل الفركتوز الى جلوكوز ما نخشش في الديلمة دي واجع الدماغ ما يعرف علاجها بتقولك لو كانت فكهة بيجيلي ما تكونش فكهة الصبر طب هلا دكتور كل الفكهة ولا في فكهة معينة كل الفواكه فيه الفركتوز اه وخبار حضرتك يعني انا تملي بسمع يقولك ركز على الفكهة الحمرة زي روزبري اقلهم بس احنا دلوقتي احنا بنتكلم يعني الفكهة دي حضرتك السكر اللي فيها مش جلوكوز زي اللي احنا عارفينه وخبار حضرتك ازاي يعني سكر البيت فيه جلوكوز وفركتوز نشى ولزيك تكون نشويات يعني النشويات اخافية سكريات برضه بس بتاخد وقت احيانا هنا السكر اما ينتص بسرعة من المعدة يخلي يحفز الانسولين انه يطلع فيعمل لها نقص سكر ده بحصل في رمضان عندنا كلنا يعني اه نملى تلاتة الامتصاص السريع يعمل نفس الكس يعني الخلاصة هي عارفة عليك نفسها اني نقلل من الفكهة اه اه يعني ايه تكون حاجات عادية حضرتك مفيش داعي لفواكه السكر انا باشخد معين فاكهة للفاكهة كتير اه طيق معنا اتصلت انا تفضل استاذ محمد تفضل استاذ محمد تفضل ايوه سلام عليكم فالله وبركاته اتصلت الله استاذ محمد اكلب الدكتور يا سمحت اه وسامعك اتفضل اه ايوه ايوه باش انا لو سمحت استاذ محمد ممكن تقفل التلفزيون وتسمعنا بس من التلفون عشان التلفزيون بيبقى مشاوشرة عالكلام مش سامعين كوي حاج حاج شكرا شكرا حاج حاج انا سكرنا هايزة النهاردة جاي سومتين ستة وتنتين باخد باخد اماريل اه اربعة باخد حباي الصوب وحباي المغرب وزني ستة وستين كيلو عمري اه حوالي من ستة وخمسين سنة وزنك اخر ستة شهور زاد ولا لقل ده هو بيرد على كل الاسئلة وجسمي بخيس طيب الناحي الجنسية اخبارها ايه وحش بقى لك السكر بقى له كم سنة بقى له حوالي من 12 سنة في تنميل او خدلان او حرقان في ايديك او في رجليك او طيب العينين اخر مرة عملت فحص قاعين امتى بقى النهاردة الصوب حليسة محالي لنهاردة الصوب لا فحص قاعين ها سمعت السؤال فحص قاعين فحص القاع العين عملت اي فحص القاع العين لا لا طيب اه سيادتك اه قبل اه انت باش على الامريل على طول من يوم ما اه يعني كنت روحت الدكتور في كافر الشيخ كده و اه وغيرنا الامريل كابسول من اللي هو انا اراه الفلاح مش عارف اسمه بس انا اللي بنفسه مش مرتاح عليه و هدوله مضعفات فانا ردت من الامريل من النفس كده او كي يا فتر الف السلام عليك ماشي شكرا قدمنا حل من اتنين اه الحل اله اله اللي بديكلم عنه الفقير يعني اه او يعني العلاج اللي انتبسط الامور وفيه الطريقة اللي هي اه لو فيه امكانيات طبعا الاتنين ينفعوا طبعا دي فيه مميزات دي المميزات اللي هي البسيطة دي ان احنا هنوفر الفلوس جميل اه التاني اه جميل طبعا وده اللي كل الناس محتاجة دلوقت التانية هنصر الفلوس بس هنعرف بنعمليه وكله على قدره يعني على قدميه العيان الاخ الفاضل اللي اتصل اه ادام بيخس وسكاره عالي دي علامة مش كويسة معلش لازم اقول بيخس وسكاره عالي اه بيخس وسكاره عالي يبقى علامة مش كويسة وكمان بقى له 12 سنة بيعانم مش مهمة مش مهمة مش مهمة ممكن 30 سنة والحالة تبقى كويسة لكن اول ما الانسان يبدأ يخس وسكاره يبقى عالي نخاف صح اخبر حضرتك طيب افرق بيزيد وسكاره عالي يبقى بيأكل كتير يقلل في الاكل اه لكن انا هقول له ده ما يأكلش ليه يعني هو حيروح لده كاتر بتوع سكر وروح من رجيم رجيم ايضا رجل بيخس اه انتنا تخليه ده 66 كيلو تقريبا بيقول اه 66 كيلو وطوله كام يا رئيس سكر يقول له ايه من رجيم ايه من رجيم فين اذا كان هو بيخس وسكاره متين وحاجة ولا متين وزتين ومش عارف ايه وخبان سيارتك وبعد الاكل بالتأكيد اعلى وبياخد الجرعة الكسوى من الدول اللي بيقى اللي هو 8 ميلي جرام اربعة الصبح واربعة المغرب يعني انت جبت اخرج هنا دلالة على ان البنكرياس بدأ ما يشتغلش ما بقتش فيه سكر داخلي مشكلة اه هنا بقتش فيه سكر هل 100% ده موجود لا مش لازم بس نسبتها كمان يبقى السكر الداخلي مش موجود مش كافي اما تعسف الانسولين الداخلي مش موجود نسبتها كم 70-80% طب التلاتين العشرين تلاتين في المية دول اللي هو ممكن يكون سببه انه مفيش نقص داخلي للانسولين صعب او كده ممكن يبقى ايه يبقى حاجات اخرى احنا بناكتشفهم طيب انا لو ما عنديش امكانيات مادية حطر اديله علاج افتراضي مم ومعليش ان ناجل الاتصال لحد ما نشوف اوكي انا اعطي له علاج افتراضي لحد لان الراجل ما عنديش امكانيات طب ايه ما او سيد اسامة اوه اعتبر الـ 70% ولا الـ 80% ولا الـ 30% 80% يبقى هعتبره عنده نقص انسولين داخلي وبالتالي هعرجه بالانسولين طب دلوقتي لو فيه اي كسورة دكتور في البنكرياس لا بستكمل الصورة بعد طب البديل ايه البديل لو انا عندي امكانيات هحمله فحوصاتي وحالاتي وهيتكلف كتير بس هنعرف احنا فين وبالتالي ياخد العلاج المناسب بيبقى دقيق 100% دي المدرسة اللي انا متبنية من 15 سنة أو 20 سنة اللي هي المدرسة التقنية اللي هي واحد وواحد اثنين لازم تشوف واحد وتشوف واحد وتجمعهم يطلع اثنين لكن ما تصدهمش بالويام الويام ينفع ينفع ما هناش ما ينفع عشي في عدم وجود الامكانيات الضرورات تبيح المحظورات والبركة في الاخر من الله سبحانه وتعالى فمن هنا علي انا شايف لو هو عاوز يتعالج بالطريقة البسيطة يروح لدكتور يقول له دكتور الدنيا انسولين الدكتور محمد سعد انا انا بقول اخد انسولين ويدلو انسولين اللي جانب الحبوب لو هو عاوز يتعالج مضبوط بالمستوى عنده الامكانيات يجينا احنا نعالجه صح طب دلوقتها دكتور لو واحد بيتعالج بالمسلا من مرض السكر بس ما يعني ولا فيه رياضة خالص والاكل فيه اهمال بيأكل زي ما هو عايز هل العلاج مش هيستجيب ان هو يعالج مرض السكر بدون ان هو يعمل رياضة ويبقى فيه سوق تغذية والكلام ده كله ما دي ما لا اشدعه بالفقير والغاني كمان اه ما انا اقول لحضراتك هذا لكل مقام المقال يعني انا دلوقتي عندي حضراتك لا شك ان انا حمشي نص ساعة في اليوم ده كفاية صح تشيل الضغط العصب عن مخك برضو كويس لو قدرت جميل تعالج الحاجات المصاحبة للسكر يعني ما فيه امراض السكر وامراض اخرى دي مرة نعمل الحالة الجان شاء الله السكر وامراض اخرى ان احيانا الامراض الاخرى دي بتزود معدلات السكر او تساعد على وجود مضاعفات السكر هي اه لا هي وجدت مع السكر يا اما بالصدفة يا اما السكر اللي اوجدها يعني احنا ما نيجي دلوقتي حضراتك نتكلم احنا كنا دلوقتي بنتكلم على شعارات الدموية وان المضاعفات بتيجي ان شعارات الدموية بتتقفل بتتسدد وبذلك التغذية للخلية ما تبقاش ادي كده وهنا يبقى كل خلية في الجسم ومعرضة انها يحصل لها تلف صح ولذلك يبقى العينين ممكن يحصل لا قدر الله انفصال شبكي ممكن نزيف في العينين ممكن عمى دي معلومة مهمة جدا دي يعني انسداد للشعارات الدموية شيء ما حاجة عاملة زي كورسترول اللي بتعمل جلطات اكتر لا من حول حضرتك مفيش 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 مرض في الطب يؤثر على جميع الشعارات على العوعية الدموية باحجامها المختلفة بداية من الاورطة اللي عامل زي مصورة البوصة اتنين الجماعة السباكين ها يسمحونا دي لتعرفه الاورطة تقريبا بوصة ونص شو بقى مصورة بوصة ونص لحد مرورا باللي يبقى نص بوصة وبوصة دموية غير السكر صح الضغط لا يؤثر على الشعارات الدموية الضغط يؤثر على الاوردة الكبيرة الشعارات الكبيرة الكبيرة والمتوسطة في امراض مناعية على المتوسطة والصغيرة لكن اللي ياخد كلك السكر ولذلك يعتبر اخطر مرض للأوعية الدموية واحنا شوية اوعية دموية هو الشلل بيجي من اين اوعية دموية ناخد السلطنة دكتور تفضل أستاذ أشرف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله سهاج حسن قول تاني من سهاج اهلا وسهلا اهلا بي معايا المدام عندها السكر واصل لبات ست ومية ست ومية الله واجب ده صايم مش موهم سوا لفاتر صايم ولا فاتر ده مش موهم مش موهم مش موهم مش مشكلة ست ومية عادة الليمة طايم سنها كم سنة يا فاندك السن العمر كام سنها 45 سنة وزنها قدي ايه سبتمية وكانت هي عاملة عملية قسطة لا الوزن 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 وزنها قدي ايه يعني تعمل زي خمسين كيلو أو ستين كيلو يا رفيع يعني من خمسين لستين ماشي غير فيعها احنا ودناها للدكتور بتاعد هذا الوزن ده هوا راح تصرفي لها السنين ده وتاخد خمسين فالصبح وثلاثين بالليل اه خمسين وثلاثين بالليل اتحسنت ابتد السكر معاها بقالوا قديها لا ده السكر ليه أكتر من عشر سنين بس كانت ماشي على برشام رفض البرشام التكتور اه ماشي طيب السكر كم بعد الانسولين ما خدته بقى كم بقى اربط لغات ده الوزن 350 و 400 يعني والتحديل ماشي بال لسه كبير طيب حاضر متشكرين بالتوفيق ان شاء الله اه يعني اوه بصة حضرتك برضو احنا في اه في معظم بلاد العالم ومصر قليل من اللي بيمشي على الطريقة التقنية اللي احنا كلمنا عليها لان طبعا حتى التأمينات الصحية في العالم ما بتلجأش اليها لانها هتبقى مكلفة جدا صح فهما بنشتغل زي ما تقول ايه علاج اعراض سكر 600 خلي بالك ارتفاع السكر ده عرض يا استاذ حسيم يعني ممكن ينزل؟ لا عرض يعني هو ليس اصل المرض اه زي الحرارة العالية الولد حرارته 41 او انا حرارته 41 تمام 41 دي سيادتك معناها ان ايه مرض؟ مش مرض لا ده يقول لك حرارته عالية فين بقى المرض؟ هل التغهاب فيروسي؟ التغهاب بكتيري؟ لازم تشخيز بقى تشخيز بقى صحيح فالسكر المستوى العالي ده حضرتك هو عبارة عن عرض لكن فين اصل المرض؟ ده اللي انا بتكلم فيه وقلتلك زي ما قلتلك العالم كله ما بيبحس فيها لانها حاجات مكلفة جدا ولو هتتعمل ما دي بقى لازم فحوصات ولازم بحقين اه طبعا طبعا القادر لازم يجي نعملها ولازم تشيك اوب دوري ما هو الدور اللي بيتعامل برضو ده حاجات بسيطة لك انا بتكلم على اصل المرض الدنيا تغيرت خالص احنا بتقيم من عشرين سنة كنا بكنا صباقين ليه والناس كدت بتستغرب ان احنا بنعمله دلوقتي امتاشر هما بدأ يعملوه على حاجات بسيطة اخبالك وانهم كانوا معارضين الاول لانه طبعا بيكلف طبعا ده ده زملاتنا زملاتنا طبعا بس بدأ بقى يعملوه على استحياء اما تطلع اهميته بقى ظهرت طب احنا بالنسبة له الستمائة وثلتمائة وخمسين لازم نتبين الست دي المضاعفات المستترة اللي جواه يعني فيه مضاعفات غير واضحة ايه اللي وصلها لكده بالتأكيد صح و ايه اللي ورا ده طيب هل البنكرياس هنا بيشتغل ولا ما بيشتغلش ولو بيشتغلش هنشغله ازاي الفكرة حضرتك ان ضبط معدلات السكر في الدم ان انا حافظ على معدلات السكر في الدم بدرجات احنا نقبلها او طبيعية مش كافي فيه طرق مخفلة لا مش تفهم حضرتك لازم احافظ امبل حلقة اسمها الانسولين داخلي ليه او لازم احافظ على نسب انسولين طفرس داخليا من البنكرياس صح لان هي اللي بتخلي شعيرات الدموية ما يحصلاش انسداد ليه الانسولين الداخلي ما بيعملش انسداد للشعيرات الداخلية بالنسبة للانسولين الخارجي يعني افرض فيه جسمك بيطلع المفروض الطبيعي حضرتك اربعين لخمسين واحدة في اليوم تمام البريد السكر بياخدله بالثمانين واحدة والتسعين واحدة انسولين من بره تا ما بيجيبوش نتيجة ليه لانهم هم حضرتك ما بيكونوش جايين من موضوعهم الطبيعي صح بيتشكوا تحت الجلد في دراعه او في فاخده بينما اللي بيطلع الطبيعي بيطلع من تجويف البطن زي ما بدأت في بداية الحلقة ما كنتش بعمل بس ما اقدمه اضيع العشر داية الاولانيين يعني بقول ان البنكرياس الموجود في تجويف البطن من جوا ده المكان الطبيعي الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبسا نعمة بالله كرحط البنكرياس دا في اي حتة صح ولذلك لازم احضرتك ما بيجيب البطن جنب الكبد على اساس يطلع الانسولين منه ياخد الاكل في ايده ويطلع على الكبد اللي اتنين في وقت واحد فمن هنا يأتي ان دور الانسولين الداخلي اللي هو الحامي الجسم من المضاعفات بغض النظر عن مستويات السكر اهمية تنقصه وهي حالة اساسة جدا كيف بقى ازود asymptاج الانسولين الداخلي دا موضوع مهم جدا اولا لازم نتعرف عليه قد ايه يعني افرد الانسولين الداخلي طلع أكمية كويسة يبقى خلاص مهم جدا دا خلاص افرد الانسولين طلع أكمية قليلة بغض النظر عن مستويات السكر انا بعيدة خمسين مرة يعني واحد سكره متين صح وانسولين الداخلي عشرين في ال مية احسن من واحد سكره مية وانسولين الداخلي ما فيش ما فيش على المدى البعيد مش على النهاردة ويا مناس وده كان بيفسر بعض الحاجات اللي ما كناتش قدرنا نفسرها يعني بالطريقة ده دكتور فيه أمل ان احنا نعالج الكسور بتاع الانسولين اللي خارج على تقصد حضرتك اللي هو نقص افراز الانسولين الداخلي الطبيعي هو الطبيعي ليه يا سيد 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 سيدسان فيه حتة فلسفية هنا جميلة ان انت حضرتك يقولك الست اللي بتردى ما بيجي لها السرطان في السادس طيب احنا مريجي نفكر سوا يعني الست اللي رضعت ولادها دول عشان الواد رضع من سدرها ولا عشان هي فضت اللبن في الارض ولا عشان الولد نفسه تكوين اللبن جوه السدر يعني لو جبنا واحدة تانية وجبنا لبن وحقنا فيها لمدة 9 شهور وجود اللبن في حد ذاته في موطنه هذا يمنع حدوث السرطانات مستقبلا ولا عملية تكوين اللبن في حد ذاته حضرك سهلة ولا صعبة لا سهل اه خلاص دي قواعد مسلم بها صح القاعدة الاولى ان الافرازات الانسولين الداخلية الطبيعية بنسب معينة تمنع حدوث مضعفات سكر ده كلام مش كلامي ده كلام مسلم مسلم يعني يعني حقيقة خير قابلة للنقاش المسلمة الثانية ان السيدة التي تردع من سديايها ابنائها ابنائها هذه السيدة غير احتمالية حدوث اورام سرطانية في السدياي منخفت جدا دي حقيقة حاجة ربانية حقيقة ايوة يعني كلمة حقيقة يعني الله سبحانه وتعالى خلقها واحنا اكتشفناها واقرناها وما فيهاش شك فاحنا بنتكلم في حقائق تب ليه الاتنين دول يعني ده فيه امثلة كتير بس انا بدي المسالين دول ليه المسالين دول يبقوا موجودين تكوين الانسولين نفسه داخل البنكرياس بيطلع منه حاجات يعني انت حضرهاك مثلا دلوقتي ناوي تطبخ اكلها وانت بطبخها لك فيه رحة اكل بيطلع فيه دخان فيه مش عارف دول بنسميها حاجة اسمها باي برودكت يعني شك تعمل مهلبية مثلا خباها داك هتلاقي الريحة طلعت مهلبية وفيه بخار مية طلع وفيه الدخان اللي طلع والغاز اللي عادة ده كل ما بنسميها باي برودكت البي برودكت يعني ايه يعني يعني مخلفات او منتجات لا قيمة لها بالنسبة للمنتج الاصلي الاصلي اللي هو البهلبية احنا المنتج الاصلي هنا اللبن والمنتج الاصلي في البنكرياس الانسولين حكير فالانسول هو بيخلق ده اللي احنا لما حافظه كواس اول لما مش حافظه اول مش تخصصي بيبقى حضرتك الاول الانسولين عبارة عن دايرة طبعا مش انسولين يعني عازلي البريكيرسر او الجزاء اللي حيطلع يكسر منه حتة انسولين دايري الدايرة دي عاملة زي كده بالظبط بتنشق شقين يعني تتقطع عطعتين حتة اطير منه ويفضل حتة بعد شوية يطير منها ديل البايبرودكس دول الحتتين دول بقى بلهمش دعوا بالسكر بيحمل المضعفات يعني الخلاصة مستحيل نقارن بالانسولين اللي طالع من البنكرياس الرباني زي الانسولين اللي جاي من الحقن الصناعي بس فيه برضو عوز اقول عشان بس حضرتك كلام سياتك مضبوط 100% ولكن انا لازم اسطعيد في بعض الاوقات اكمل الجرعة منبرة بس بحخليه افرض ان البنكرياس صفر لا بقى احنا عندنا وسائل ان احنا طبعا الكلام اللي انا بقوله دا فيه ناس كتير مش هتستوعبوا ليه بقى كلا بقى تحبونا العاجلة وتذورونا الاخرة يعني احنا دايما نحب العاجلة الحاجة السهلة القريبة لو انا المريض دا منعت عنه الفطار الصبح هتليقي يجيري عالدكتور اه مش هايين اه لكن هقوله لسه قدامك شهرين والفطار مش هيجي ولا حيس انا عالدكتور يجي قبلها بيوم يروح فاما اجا اقوله المضعفات دي لقدروا النعط حباب بعد خمس سنين او ست سنين يقولك يا سيدي احنا ايه اللي يودينها من دلوقتي ولكننا لو ان احنا ملحقناش نزبط الموضوع دا مبكرا مبكرا الاسم تاني عشان دا اسم علمي ولكن انا عايز اقول العلاج اللي احنا اسبص الحاجة اللي بتقع من السكر بتصلحش طبعا يعني يعني مثلا الشبكية فيها مشكلة مش بنصلحها بنعالجها بنعالجها الانتصاب في الرجالة في مشكلة بنعالجه ياخد علاج يخف ماياخدش مايشتغلش واحيانا حتى ياخد علاج ماينفعش من اساسه لقدر له القلب في حاجة يركب له دعامات ولكن الشريان مايرجحش زي اصله مستحيل اه انت بترقعه واخدبار حضرتك جلطة في المخ في شلل يعمل له ايه عافان الله وعافانهم جميعا يعني تنميل خدلان في الرجلين عصاب طرفية عصاب عادية واخدبار نقص الدم في الرجلين ومش يقدرش يمشي او يروح او ييجي او كسور في وزائف الكلا كل دا لا يعالج بالاخر اللي انا بقوله دا حضرتك يسبق العطب ويسبق المرض من خمسة لخمسون سنة ومن هنا كانت الرسالة صعبة رسالة مكلفة فيها فلوس العيار حيدفعها مش حيلاقي نتائج ملموسة النهاردة هو همه القاتي سكري كام اه يسبق بـ متين وتسعين انا عايزه يبقى مية وعشرين اه دا اللي همه اه تدله بقى انسولين تدله كده تدله اي حاجة مش دا المهم بالنسبة له هو دا المهم طب يعني احنا يا دكتور هنا ما عندناش الثقافة بتاع ان احنا يعني نلحق المرض قبل 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 وقوع مثلا والناس تقرأ والناس تفهم سؤال واجه جدا تاكل ايه وما تاكلش ايه تلعب رياضة ناخد العملية بطريقة لا بوصة مراتو اللي سيادتك ما تتكلم فيه يا سيادة أسامة دا اللي تشتغل عليه اه المنظمات اه العلاجية والمنظمات العلاجية لانه سهل معلش احنا مش بنهاج مع العالم كله لكن دلوقتي بقى فيه هناك يعني ادوات نقدر نشخصها عن طريق المعنى الايضا مش ان انا اقول له كلنا لازم اوازننا مضبوط كلنا لازم نعمل رياضة ما لازم نقلل الاكل بس انها بتساعد بتظبط شوي انا ما قلت انا ما انا بتكلم اللي احنا بتكلم دلوقتي على مستوى اعلى اللي انت قلته دا سيادتك ألف بان ولازم يتعامل واساسي ما احنا بقى عشان ايه ما بقى ايه اللي بعده بقى لا ايه اللي بعده بقى يعني اللي احنا عملناه دا هو عملناه هل كافي او كافي بنسبة كاما في المية مثلا عشرين في المية تلاتين في المية طب هل الناس اللي هيعملوا دول ممكن يجيلهم شكر اي جيلهم شكر نسبته ما بقى دا ايه سبعين تمانين في المية يبقى احنا وقينا عشرة عشرين في المية بس طب التبانين في المية دول نعمل ايه نكتشف بقى بطرق اخرى وعند الاكتشاف بيكون هناك انظمة علاجية مكثفة بطريقة اخرى غير اللي حضرتك قلت عليها بالاضافة اللي حضرتك قلت عليها بالاضافة اليها طبعا زي ما كل حاجة تقدمت اه المفروض تغيير المفاهيم يتقدم انا ما قلتش ان احنا ما عندناش الامكانيات دي العالم كله احنا ماشين زي العالم على فكرة يعني العالم ما زال بيعمل شخص السكر سكر صايم وبعد ناكل بساعتين وبالكتير قوي يعملوا اللي هم مجنوبون السكري بتاع 3 شهور هو كله بشخص كده وهذا ليس كافيا هناك فيه حضرتك ادوات وطرق ان احنا نشخص السكر قبل حدوثه ب 15 سنة وب 10 سنين وب 5 سنين هذه الادوات بتكون موجودة وكاملة جوه الجسم او الاخطاء دي او الصراع الداخلي مفروض نكتشفها قبل لو اكتشفناها المهم بقت فيه ادوية كمان مستحدثة يعني الجميل فيها ان فيه ادوية مستحدثة ممكن تديها كنا الاول بنرجع لكلام سيادة اللي زي ما تقولتك المجهود ويقال للاكل ويخسه وكلام ده بس كنا بنشد عليه جامد يعني بقولك ايه انت لازم تقامل كذا انت عندك كذا وعندك كذا لا دلوقتي هيعمل دول ونديله ادوية كمان طب المرض ده دكتور مثلا يعني ملوش اعمار يعني يعني لا هو حضرتك النوعين النوعين بتوع السكر يعني اللي هم الشائعين هو في كذا هو الحقيقة الشائع ما فوق سن من العشرين خمسة وعشرين لكن الاقل الشيوعا اللي هو بيجي للاطفال وده من فضل الله بيجي الاطفال عن نسبته للناس العادين واحد للالف يعني نادرة الاطفال والحمد لله الاطفال يجي طفل واحد مع اننا شفنا شفنا تلات اخوات عندهم دي وراسة دي بقى موضوع الوراسة اقل حدوثا ما بين النوع الاول بينما النوع الثاني فالشائع ان الوراسة بتعمل دور كبير جدا ومن هنا زي ما بنقول الناس اللي ممكن بقى نهتمل بهم ده كواس عدوانك فكرتين بيها اللي اهتمل بالفحوصات وما نبخلش على نفسنا الناس اللي عندهم ابوه عنده سكر او امه عندها سكر او عخاله او خالته او جده او جدته ولا سيما لو كان فيه اتنين من العيلة عندهم سكر ده لازم يعني كل بعد سن 30 سنة يهتم جدا بالفحصات الدقيقة ده انا قلت عليها مش مجرد زي السكر صايموا بعد عنك بساعتين مش غلط ولكن حينما يصب ان السكر يرتفع بيكون 50% من وظائف البنكراس قد راحت يعني بمحلط بس دي ما بترجعش تانا لا ما بترجعش تانا خلاص فنحاول بقى نحافز على 50% التالي اه بقى انت ربك العظيم الحمد لله مدينا فائد من الصح فائد من الوظائف يعني الكليتين بتوعنا نص كليا كفاية يوم رب الخالق العظيم اخبار حضراتك يعطينا الكليا ونص زيادة الرئتين ممكن نص رئة كفاية يأه يوم ربنا يدي احنا بقى نشرب سجير ندمارها ندمار الكليتين الرئتين او الكليتين يسيب السكر ياكل فيهم يخلص على واحدة مش واحدة بمعنى واحدة لا هو بيخلص على الجزيئات بس في النهاية يعتبر واحدة مات صح وبعدين النص التانية تموت ولسه العيان نتائجه سليمة كافية اول ما رزبت الكيلة تزيد الوظائف بتاعتها يبقى حضراتك 80% من الكيلة تضمر راحت من الكليتين نفس الحكاية في البنكرياس مدينا رب العزة ضعف الكمية اللي احنا هيزانه يقل 10% يتنمره ما نحسش بيهم 20% ما نحسش بيهم 30% ما نحسش بيهم 50% يبدأ السكر ايه على 10% من الطبيعة طبعا اهم حاجة ان احنا طيب انت فقدت 50% خلال الخبس السنين اللي فاتوا الكلام اللي انا بتكلم فيه دلوقتي عشان احلحق 50% دول صح ده نمره واحد نمره اثنين المرحلة اللي فيها تآكل للبنكرياس ورقص هذا بيكون بدعة المضاعفات اللي بكالي عملها تطلع تبدأ تتكون فما بتتكون المضاعفات ما بتقفش ما فيش حاجة بتوقفها حتى لو زبطت السكر بعد كده وبذلك التشخيص المبكر قبل حدوث ارتفاعات السكر بعدة سنوات اهم من التشخيص حتى لو السكر اتأخر في تشخيصه يعني بمعنى الراجل بدأ جوه الجسم بتاعه يبدأ السكر يتفاعل هيعلى بس يعلى بعد كم سنة من 3 ال 5 من اول يوم البدأت المضاعفات تحصل حتى احيانا المضاعفات تود العيال للدكتور غير بتاع السكر ويقس له السكر على السكر نورمال طبيعي زي مسلا العينين ممكن العينين ييجي حضرتك انفصال في الشبكية ويحصل تأثير السكر للشبكية والعيني السكر يبقى طبيعي بعد سنتين يبدأ السكر يعلى وده اللي يؤكد كلامي هو هنا المشكلة دكتور برضو ان لما يكون الانسان ليه دخل في تدمير صحته لا انا عايز اقولي يعني بتبقى في حاجات يعني احنا في غنى عنها لا يا سيد عسادة مش ده النقطة اللي عزيز عسادة حضرتك هو تغيير المفاهيم صعب ان انت حضرتك تبلور المفاهيم صعب انا مش بتكلم انا بالصبح عمال اتكلم في نقطة معينة وانا عارف ان التسعين في المية من انسانة المشاهدين ما استوعبوش اللي انا قلتم غير زعن يعني تغيير المفاهيم صعب ده واحد اتنين معدلات السكر العية مش هو ده التشخيص المفروض هناك اليات وادوات ممكن من خلالها ان احنا نحمي نفسنا قبل ما السكر يرتفع هذه ملهاش علاقة باياس السكر صايم وبعد عليك بساعتين هو سيادتك هنا مش هيعمل حاجة هو معنوش دور احنا الدور علينا احنا بس هو بس ييجي هو مبيجيش لكن هو بس السجاير يعني مش الدور الرهيب اه في حاجات هو بيضمر نفسه فيها لكن مش السكر هنا ما نقوله هو هيسمع الكلام بس ما عرفش اللي قدر اعمله ايه ما تسيبش نفسه للنهاية خالص بص حضرتك هذه تغيير المفاهيم احنا بنتكلم كده لو سمعنا دلوقتي مثلا عشر تلاف واحد خمسين واحد هاستوعبوا الرسالة منهم واحد اللي حيبدأ يهتم بيها اه دكتور محمد الحديث معك شايق ومجانتهيش ومعلومات شايقة جدا وجميلة جدا بس بنأسف لانتهاء الحلقة الجميلة الشايقة دي عزائي المشاهدين وصلنا لنهاية الحلقة نشكر سيادتكم لحسن المشاهدة وطيب المتابعة وإلى لقاء آخر إن شاء الله في برنامج كونسولتو التلي ميديسن مع الدكتور محمد سعد حامد أستاذ دكتور الغدد السماء والسكر كلية الطب جمعة عين الشمس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته